اشتركوا في القناة هو كيسمعلك كيقيص صوتك قبل ما كيقيص الاغنية ديالك كيقيص الصوت ديالك كيقيص الاحساس ديالك كيعرف واش انتي انسانة جديرة بهاد الميدار اللي انتي فيه وبهاد المواصفات ولا لا انا الان عندي بالحوزة ديالي عدة اغاني من غير الاغاني الوطنية ولكن هاد الاغاني كيف ما اقول لك هاد الاغاني خاصهم تدعيم خاصهم انتاج خاصهم كليبات خاصهم زفد المسائل هاد المسائل ما كيناش طبيعة الحال ناديا غادي تبقى فركود ناديا ما غادي شوفهاش الجمهور ناديا ما غاداش تعطي واحد الباقة من ورود كيف ما كيقولو وتقدمها على طبق من ذهب الجمهور وهي زيرو ديرهام ولكن انا في بدايتي يعني باقي ما عندي شي مسائل اللي هي يعني حققتها باش انا مثلا نقوم ونتجل نفسي وندير فيديوهات كليب دير نفسي ونقعد المسائل ديالي انا نفسي بنفسي انا حاليا خطيت خطوة ولهاد الخطوة ناس اللي قدروا هاد الراحة الفنية عندي امدوا لي يد المساعدة ومن هاد يد المساعدة اللي انا تمدتلي الان ممكن نحقق شي حويش اللي انا كانت منى انا نحققهم في حياتي الفنية من بين الفنانين المعروفين العرب واللي مشهورين كان فنان اللي عنده واحد لإحساس رائع واللي كيستحق من هاد المين ببر نقول ليه تبارك الله عليك والله يخليك والله ينورك اذك شي اللي بغيتي في حياتك اللي هو الأساد الكبير الفنان رامي عياش واللي من بعد دوفويس تواصل معايا وقدم لي يد المساعدة والآن انا الحمد لله متواجدة عنده منظم الفنانين اللي هما عنده في المطعم اللي فتاتح جديد اللي هو مطعم لبنان والكلمة في هاد الشي كامل كتبقى لهذاك الإنسان اللي هو إنسان فنان معنى الكلمة واللي مد إيده وكأنه يعني بهذا المفهوم أخرج عني من جحر عميق من ثاني وقال لي مرحبا نديا أنا غدي نساعدك وشكون عرف من هاد المكان ممكن نحقق وزاف ديالحويش هاد الناس اللي يقولوا لي انتي كبيرة وصير يديري الحجاب وقسي قابلي ولداتك مرحبا بالفكرة فكرة صائبة فكرة جيدة للغاية لأنه الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق هذه ما فيها لا نقاشة فيها ولا جدال غير هي من هاد المينبرك نقول لهم بأنه راني مقابل أوليدتي على أكمل وجه خصوصا أنا أم لطفل يعاني ما يعانيه مش مشكلة الحجاب كيبقى مسألة شخصية ليا ملقي مع الله كيبقى لي أنا لأنهما بالعبد والله سبحانه وتعالى كي نصيلة وصل وحدة الصلاة والمعاملة الطيبة وطرحوا هادو هما لكينما بينوا وبين الله كان نقول لهم شكرا على الكلام لديه ورأيكم يحترموا الكلام لديه صائب ولكن أنا كان بقى من ذلك شيء يقول لي يا نفسي وما غاديش نقول لكم بأنه حقارة النفس الأمرة بالسوء هي لي كتأمرني لا النفس طيبة ديالناديا هي لي كتأمرها أنها تدير شي حويش اللي كانت من الناس أنها تديرهم في واحد الوقت وما تحقوش حياتي بقى هي حياتي أنا بقى في نفس السكن اللي أنا فيه بقى مع وليدتي الناس كيشوفوا في أبو أحد المنظور أنني وليت فنانة ولكن أنا بقى هي أنا معهم يعني أنا مع ناسي ومع الناس اللي هون تغاج ديالي إنسانة كنعيش عادية لحاج تغيير الوحيد اللي هو طرق وأنه من الناس اللي كان خرج الناس اللي ما كيعرفوني شو كي القاوني كي يجو يسلموا عليها بكل حسيران مكي يتكلموا معايا مرحبا تشرفنا بالمعرفة هذا مفخارة لي يا أنا هدك حبيب قلبي العزيز الغالي وما غديش نطرقل أكتر من هاد المسائل عليه لأنه هدك يبقى ولدي ولي كيعانيه كنحسه أنا ما غديش نقول كتر من هك أنا لأمي ما يا ولدي راني عطيت كتر من جهدي أنا لأمي ما شريت راحتك بشقايا وهديت حياتي وما عندي أنا لأمي ما أنا لأمي ما اللي ربيت وفنيت شبابي وما حسيت أنا لأمي ما قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جم